هذا وتستمر المعارك في مناطق مختلفة في العراق ليس وفق ما تقتضيه معطيات ساحة القتال ولكن وفق ما تمنيه رغبات السياسيين وطموحاتهم من تحقيق مكاسب أعلامية فيما تبقى المدن العراقية إما تحت سيطرة تنظيم داعش أو تحت أنقاض المعارك أرض واحدة وجبهات عدة أطراف متعددة وعدوه واحد وإن اختلفت نوايا الأطراف وأهدافها ومصالحها المعارك في العراق ضد تنظيم داعش تحكمت بها السياسة حتى أصبحت البوصلة التي أينما أشارت توجهت فوهات النار وفق إرادتها فالفلوجة أقرب المناطق إلى بغداد تحت سيطرة التنظيم وتحت حصار وقصف متواصر من الجيش والميليشيات المساندة له دون تنفيذ أي عمل عسكري حقيقي نحو المدينة حتى سنحت الفرصة للتنظيم لشن هجوم خارج أسوار المدينة المحاصرة وتحديدا في مناطق الليهيب شرق الفلوجة حيث هاجم عددا من النقاط العسكرية وهاجم إحدى بوابات معسكر طارق بسيارة ملغمة وقصف معسكر المزرعة بقذائف الهون وأبعد من الفلوجة تأتي الموصل التي تتواصل التحشيدات لاستعادتها في وقت أكدت فيه الولايات المتحدة أن العمل العسكري هناك سابق لأوانه فإثمام السيطرة على مناطق غرب الأنبار بالكامل ثم تأمين هذه المناطق تعد خطوات تعبوية لهدف استراتيجي مثل استعادة نينوى ولا يقف الخلاف في نينوى عند التوقيت والأولويات فحسب بل تدخلت السياسة في من سيشارك ومن ليشارك في معركة الموصل حيث تطالب قوى سياسية بإشراك ميليشيا الحجد في معارك نينوى وترفض إشراك أبناء المحافظة باستعادة مدنهم وتضع كل العراقيل أمام تدريبهم وتسليحهم بالرغم من التنسيق والتدريب المتواصل لقوات التحالف للمتطوعين من أبناء عشائر المحافظة ومع ذلك تستمر المعارك هناك وفق رغبات سياسية فقد أعلنت قيادة عمليات نينوى البدء بالمرحلة الثانية من معارك استعادة المحافظة وأنها استعادت قريتين نصر والحاج التابعتين لناحية القيارة جنوب الموصل ومع اشتباك هنا ومباغتة هناك وعمليات عسكرية متواصلة في مناطق متفرقة قلبت المعارك عالية المدن سافلها وسوت الأحياء السكنية بالأرض ذهك عن مشكلة النازحين التي تكبر كلما اتسعت رقعة الصراع دون حلول ودون توفير متطلبات العيش لشعب كامل من النازحين